أو حالك تشرح لنا كده الاستثمارات بتاعت حضرتك أو إيه هي مجالات الصناعات اللي بتشتغل فيها هنا داخل المصر بسم الله الرحمن الرحيم إحنا بدأنا أن إحنا نشكل المحفظة الاستثمارية في عدة مجالات مختلفة فإحنا النهاردة دخلنا في المجال الزراعي بكوة وفي حاجات كتير جدا نشوفنا احتراجات البلد إيه واحتراجات الشعب إيه وهدفنا أن إحنا نقلل الأسعار بالنسبة للمواطنين تال هدف الرئيسي اللي بدأنا نتجه فيه الحاجة التانية دخلنا في مجال الصناعة فدخلنا في مجال المنظفات بغرض التصدير للخارج ودخلنا في صناعة الأساس المنزلي والمكتبي ولسه هنستمر في حاجات تانية في حاجات مواد الغذائية تعبية مواد الغذائية بهدف برضو إن إحنا عايزين نقوم بدورنا الوطني إحنا علينا مسؤولية وكل واحد في البلد دي ويخد من خيرها المفروض يقوم بالدور بتاعه اللي يساعد فيه البدل في الأزمة العالمية الموجودة دلوقتي فإحنا لو كل مجموعة قدرت إن هي تساهم في جزء معين من الاستثمارات بتاعتها في أحد المجالات ونبدأ نشيل من دماغنا موضوع الاستراد لإن إحنا عاملين ضغط جامد جدا على العملة بسبب الاستراد وهنا برضو أنا بطرح فكرة في برنامج من خلال حياتك سياسة الاستغناء إن إحنا نحاول نستغنى عن الأشياء اللي إحنا مش في احتياج أساسي لها يعني مثلا إحنا عندنا ألعاب الأطفال مش شرط إن أنا أستورد دلوقتي لعب أطفال مش يبقى أنا عندي أزمة موجودة عالمية وأنا أدور إن أنا أستورد لعب أطفال طب أنا النهاردة المجموعة اللي بتستورد من بره مثلا لعب أطفال أو إكسسوار موبايلات أو إكسسوار حريمي أو خلافه لو كونوا مع بعض وبدأوا ينشئوا مصانع هنا وبقى فيه بدل ما هو بيستورد من بره لا بقى بيعمل منتج مصري خليك زي ما أنت في مجالك في لعب الأطفال بس تصنعه بقى هنا في مصر أولا هتخفف الضغط على العملة اللي إحنا عاوزينها الدولار حتى تستورد من بره فأنت عندك ونحن تشتغل بالعملة المحلية ده رقم واحد ده رقم اتنين هتساهم في تشغيل شباب مصر وهتخفف العبء من البطولة جوة البلد هتبدأ تفكر الخطوة اللي بعدها أنت بقى تبدأ تصدر بدل ما كنت بتستورد هتبدأ تفكر تصدر المنتج بتاعك ده فانت هنا الموضوع عايز يتعكز بس شوية الموضوع مش صعب خالص أنا مش شايف إن الأزمة بقدر ما الناس شايفة إن الدنيا مش كويسة والدنيا مش شايفة لا ده فيه ناس بتخلق شغل وبزنس من الأزمات فحنا مفروض نحول الأزمة لاستغلال استغلال فرص عشان كده احنا اتجهنا للمجالات الصناعية والمجالات الزراعية اللي هو أساس أي بلد عايزة تنمو وعايزة تنهض هو أساسها التجارة والصناعة والزراعة فإحنا النهاردة شكلنا كتير في المزارع بتاعتنا واختلافنا بين زراعات وبين إنتاج حيواني وبين تيور وبين إنتاج الفراخ البيضة البيض الأحمر ده موجود كله عندنا في مزارعنا وبدأت منتجاتنا تنزل الأسواق في الفترة الحالية المنظفات عندنا برضو المنطجات بدأت تنزل الأسواق بأسعار مدعمة وعملنا حاجة اسمها كارتونة اقتصادية إن بلم محايتها كاحتياجات من المنظفات أو الشاور أو خلافه في كارتونة اقتصادية وتنزل بسعر اقتصادي تكفيك الشهر كله وممكن تزيد كمان عن الشهر دخلنا الفترة الأخيرة ديات أو طرحنا الأسبوع اللي فات منتجات البقر الحلاب الألبان بمنتجاته أو بمشتقاته ده إسامنا نحن نرده بنسمع أسعار في الألبان بتوصل لـ 30 جنيه و28 جنيه تقريبا الكيلو طبعا احنا نقدر نخفض الأسعار ديات بوجود كميات من الأبكار الحلاب لهولندي بدأنا نخش فيها بقوة في المزارع عندنا فيه إن احنا ننتج ألبان ونحاول نوصلها للمستهلك مباشر بحيث إن كل التكاليف اللي تتحمل في النص الحد ما توصله بنحاول إن احنا نقللها فبدل ما هياخد الكيلو بـ 30 جنيه ممكن نوصله 25 جنيه 24 جنيه في الحدود دي التاري فإحنا بنحاول بقدر إن كان نساهم مع بلدنا إن احنا نعدي المرحلة بتاعة الأزمة الاقتصادية العالمية ديات ترجمة نانسي قنقر